بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد اللهم اجعل عملنا صالحا وليوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبا يا رب العالمين مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام ويسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بسلام وخير وعافية بادئ دي بد لماذا أتكلم عن هذه المواضيع؟ تكلمت منذ عدة أيام تحت عنوان نهائي دوري أبطال أوروبا واليوم دوري أبطال إفريقيا لأنها أمور تشغل عامة شباب الأمة أو أكثر شباب الأمة ونحن بحاجة أن نمس هذه القضايا بحاجة أن نخاطب هؤلاء الشباب لأنهم أبناؤنا وأنا في الحقيقة لا أحب أبدا أن ينفصل الداعية عن هموم الأمة هذا رأس مالنا أمتنا هي رأس المال أصلا الذي نمتلكه في هذه الدنيا هي رصيدنا الذي نمتلكه في هذه الدنيا وشبابنا هم الجيل الصاعد الجيل القادم الجيل الذي نرجو الله عز وجل إن لم ندرك نحن أن يكون التمكين والنصر على يديه فطبيعي أن نمس هذه الأمور التي تشغل عقول الشباب لذلك أتكلم في هذه المواضيع وسأستعين بالله عز وجل أن أكرر شيئا مما قلته في المرة الماضية لكن هذه المرة ستكون أطول بعض الشيء لا تكون طويلة كثيرا لكن أطول من المرة الماضية بعض الشيء لكن من هم المخاطبين؟ أنا قلت طبعا أنني أخاطب الشباب واهتمامات الشباب وما يشغلوا بالهم وأذهانهم وأعقولهم لكنني في الحقيقة أخاطب فئة معينة من هذا الشباب هذه الفئة أذكركم بما حصل بعد ثورة يناير في مصر هذه الفئة لم يهدأ لها بال حتى أغلقت سفارة الكيان السهيوني في مصر هذه الفئة عندما كانت الحرب على غزة في 2012 ذهبوا بعشرات الآلاف إلى الحدود المصرية الفلسطينية ومنهم من دخل بالفعل منهم من دخل إلى غزة بالفعل ورأيت هذا بعيني فئة الشباب الباحث عن رسوخ العدالة والحقوق فئة الشباب الذي يطمح لمستقبل أفضل لهم وللأجيال التي تليهم لهم ولأبنائهم وأحفادهم هذه الفئة تحديداً التي أخاطبها وأركز حديثي معها حتى ولو لم يكونوا هم الشباب المتدين بالدرجة التي نرجوها أو نحلم بها يعني بحيث يكون كل حياته وانشغاله بالعلم والأمور الشرعية وهكذا يعني هذا ليس ضرورة هذا ليس شرطاً المهم أن يكون في الجملة مسلماً محباً لدينه غيوراً على نفسه غيوراً على شباب وبنات أمته غيوراً على أولاده خائفاً عليهم وعلى مستقبلهم يفكر في هذه الأمور هذه الفئة من الشباب في الحقيقة أنا أحبها جداً وطيلت أيام ليس أيام ثورة يناير فقط حتى كل التحركات التي حصلت بعد ثورة يناير كنت أشاركهم فيها أحداث وزارة الداخلية وأحداث استاد بورسعيد ومجلس الوزراء وسحل البنات يعني حتى الفعاليات اللي كان يقال أن المنظمين علمانيين أو ليبراليين كنت أشارك فيها لأنني أكره الظلم بكل أشكاله وألوانه وأحب هذا الشباب الباحث عن العدالة أينما كان وجودها هذه الفئة من الشباب أنا كما قلت لكم أحبها وأحسب نفسي منها وأرجو أن أبقى ولو بعد بياض شعري والشيب الذي أصابني أن أبقى واحداً من هذه الفئة التي تحب دينها وتغار عليه وتحب يعني مستقبل بلدها ووطنها وأبنائها أن يكون خيراً وأن يكون في مكانه الصحيح هذه الفئة التي أخاطبها على وجه التحديد مسألة الكرة نرجع مرة أخرى نحن نتكلم عن مسألة الكرة ولا أريد أن أتكلم كثيراً بالكلام المحفوظ المكرور في الجلد المنفوخ والهواء والشباب يجرون وراء جلد منفوخ ولا قيمة له ولا وزن هذا كل كلام معروف يعني حتى الشباب المنشغل بالكرة يعرف هذا يعني ليس خافياً عنه لكن هناك عدة مخاطر وتهديدات متعلقة بموضوع كرة القدم أحتاج أن أقف معها عدة وقفات الخطر الأول أو التهديد الأول مسألة استمراء اتباع الهواء استمراء اتباع الهواء يعني أنظر إلى خطاب الله عز وجل لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله اتباع الهواء يساوي الضلال كلنا بالمناسبة أصحاب أهواء لسنا ملائكة كلنا أهواءنا تتحرك لأمور غير مستقيمة غير صحيحة لكن من منا يضعف أمام هواه أحياناً لكنه في الغالب يسيطر عليه ويتحكم فيه ومن منا الأصل عنده أنه يتبع هواه فرق بين هذا وذاك الأول المؤمن الطبيعي الذي يعيش حياته في طاعة الله عز وجل لكن يغلبه هواه أحياناً ثم يرجع ويقوم ويستغفر ويصحح مساره ويعيد نفسه إلى الجادة مرة أخرى وهكذا يبقى في صراع هكذا دائماً يعني لا ينتهي هذا الصراع بينه وبين الشيطان أو بينه وبين هواه فهذا الإنسان المسلم الطبيعي يتبع هواه أحياناً ثم يعود مرة أخرى إلى صوابه لكن استمراء اتباع الهواه أن أنا خلاص يكون مرتكز عندي أنني متابع لهواه في كل شيء وبالطبع يعني لك أنت تخيل الشاب اللي منشغل بالكرة شغلاً كبيراً ممكن طبيعي يكون له علاقات مع بنات وكده وبيفكر في الموضوع ده والأمور عنده منفلتة مش منضبطة كمان ممكن يكون يعني بيطعاطى مخدرات أو بيصاحب الشباب اللي هما بيطعاطوا مخدرات ممكن يكون عنده أفكار أخرى يعني مليئة بالمحرمات لا يمانع بعد ذلك أنه هو يتعامل بالربا ويكون فلوسه فيها شيء من الحرام أو ما شبه ذلك يعني أنا أصدأ أقول أنها منظومة متراكبة متعلقة ببعضها كلها قائمة على الأصل هل أنا أتبع هوايا أسأل نفسي هل أنا أتبع هوايا وكلما قادني هوايا لشيء فعلته أم أن الأصل أنني أقاوم هوايا لكنني إذا ضعفت رجعت مرة أخرى وصوبت طريقي إذا كنت خلاص متبع هوايا لأقصى درجة فهذا الإنسان يخشى عليه ولا تتبع الهواة فيضلك عن سبيل الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فرطا يعني لا ينضبط بضابط لا سقف له يفعل أي شيء طالما أنه موافق لهواه هذا الذي نخشى عليه هذا خطر وتهديد كبير إننا أصبح هكذا ألعوبة في يد هوايا ألعوبة هوايا يحركني كيف ما يشاء والأمر يصل إلى أبشع من ذلك أرأيت من اتخذ إلهه هواه يصبح الهوى هو المعبود هو الإله الآمر الناهي الذي يوجهه حيث ما أراد طبعا هذا خطر ولذلك أنا أقول للشباب يعني خلاص سنشاهد مباريات الكرة سنلعب الكرة سننشغل بعض الوقت بالكرة لكن إياك أن تسقط في هذا الفخ وتكون المسألة من جهة الأصول أنني أتابع هوايا أتبع هوايا ما يأمرني به الهوى أنفذه وأستجيب له وأطيعه سأصل إلى مرحلة يعني خطيرة جدا وهي الخطر الثاني والتهديد الثاني اللي عايز أتكلم عنه إن الانشغال بالكرة قد يؤدي إلى ترك أصول العبادات أنا أتكلم عن الصلاة مثلا واحد منشغل بالكرة لدرجة أنه يعني يسهر أمام المباريات وممكن بعد المباراة يظل يحلل ويناقش ويجادل وممكن يكون من الذين ينزلون إلى الشوارع للاحتفال والاحتفاء ويرجع ينام متأخرا فلا يصلي الفجر أنا أتكلم عن واحد أصلا يصلي فيخسر صلاة من الصلوات الخمس بسبب شيء يعني هو لا يعرف الفائدة من ورائه هو نفسه لا يعرف ماذا سيستفيد من ورائه فهنا الانشغال بالهواء غالبا ما يؤدي إلى هذه النتيجة ولذلك لما ذكرنا في الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ذكرنا هنا كل شيء يتعلق بعبادة الله عز وجل ويتعلق بإرضاء الله تبارك وتعالى وغالبا هذا المتبع لهوا لأقصى درجة الأذكار أذكار الصباح والمساء أذكار النوم الدخول والخروج من البيت الاستيقاظ دخول الخلاء الأذكار الصلاة لا يحافظ عليها أصلا حتى العبادات التي يؤديها يؤديها هكذا بسرعة ليس منشغلا بها ليس مهتما بها هو منشغل بأمور أخرى هو مهتم بأمور أخرى وهذا ما يحزننا ونحن نتكلم عن شبابنا يحزننا أن تكون أولوياتهم وانشغالاتهم واهتماماتهم بهذه الدونية انشغالاتهم تكون يعني شيء لا قيمة له لهذه الدرجة ويهتم بها ويجعلها في المقدمة الأولويات يعني شيء شيء صعب جدا فتلاقيه لا يكاد يقرأ القرآن إذا كان يقرأ لا لا يكاد يحافظ على أدعية معينة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات محددة وأن ينشغل بذلك مثلا يكون له ورد يومي طبعا الذكر وصلاة النوافل أو شيء من قيام الليل دعكة من هذا كله هذا كله يعني بعيد أنا أتكلم عن أصول العبادات التي يحافظ بها المسلم على أصل انتمائه لهذا الدين لا يفرط في هذا والبنت كذلك يعني البنت منشغلة بكيف تحافظ على الحد الأدنى من حجابها بدلا من أن تحافظ على الحد الأدنى من الموضة ولفت الأنظار والظهور إلى عند الشباب وهكذا أنا قلت لكم كلها أمور متداخلة مرتبطة ببعضها البعض يعني فهذا خطر وتهديد ينبغي أن نفطن له جيدا مسألة اتباع الهوى تجرك إلى ترك الكثير من المهمات الكثير من الأولويات أنا يعني أسألك سؤالا وهذا أكيد لفت نظرك الآن عندما نظرت في غلاف هذا المقطع هذا الفيديو هل تتابع أمر مسيرة الأعلام التي تحدث تحصل الآن أو هذه الأيام في الأرض المقدسة في بيت المقدس ومسجد الأقصى وما يتعرض له إخوانك المسلمون وأخواتك المسلمات من اعتداءات هل أنت منشغل بهذا الموضوع بحيث يعني تفكر تتابع الأخبار وتنظر ما هو دوري وما هو المطلوب مني أن أفعله تجاه هؤلاء كيف لا أكون مقصرا كيف لا أتهم بالتقصير تجاه هؤلاء كيف لا يلحقني إثم بسبب ما يحصل في المسجد الأقصى ويحصل لإخواننا المسلمين هناك هل أنت منشغل بهذه القضية بلا شك المنشغل بأمر الكرة بالشكل الذي ذكرناه لا ينشغل بهذه القضايا وأنا فقط يعني من باب التذكرة ليس للوقوف معها أذكرك وأذكر نفسي بالأحاديث التي ذكرناها في المرة الماضية حتى أذكر الشيء المقابل لها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر عمره عن عمره فيما أفناه ثم خص شبابه وعن شبابه فيما أبلاه مع أن الشباب جزء من العمر لكنه خصه تمام واغتنم خمساً قبل خمس منها وشبابك قبل هرمك يعني هذه نصائح نبوية تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي يخاطبك وينصحك أن تهتم بهذه المرحلة من عمرك في المقابل عندما تقرأ كتاب الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سمعنا فتاً فتاً يذكرهم يقال له إبراهيم ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلم يوسف عليه الصلاة والسلام كان في شبابه وكيف انطبق عليه الحديث المعروف المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله شاب شاب في مرحلة الشباب تمام يعني عبدالله بن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ليس لنا نساء لم نكن متزوجين رغم أنهم أصلاً كانوا يتزوجون صغاراً يعني يعني هم في طبيعة الحال كانوا يتزوجوا وهم صغار فهو يقول لك كنا نغزو ونحن شباب ليس عندنا نساء أو ليس لنا نساء وزيد بن حارثة لما قاد الجيش يوم مؤته وأسامة بن زيد لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش جيش أسامة الذي أنفذه أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شباب والأرقم بن أبي الأرقم ده كان صغير كان 16 سنة وكان يستضيف الفئة المؤمنة في بداية أمرها في مكة ويحتضن اللقاءات التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الجدد وهكذا يعني كل هؤلاء كانوا شبابا فكيف بشباب يضيع وقته بلا حساب ويعني يخبط خط عشواء في أولوياته أين هو من الجهة الأخرى من الجانب المقابل الذي ينبغي أن ينظر إليه نظرة تمني نظرة رجاء نظرة سعي للوصول إلى مثل هذه الدرجة كذلك من الإشكاليات وهي مرتبطة أيضا بهذا من الإشكاليات أو من المخاطر التي تهدد أمر الشباب المنشغل بالكرة لهذه الدرجة اتخاذ لعب الكرة قدوات لعب الكرة يا إخواني في الأعم الأغلب إلا من رحم الله عز وجل رموز للفساد رموز للحلال أنا أقول إلا من رحم ربي يعني أذكر مثال مثلا يعني أبو تريكا أو هذا اللعب الجزائري الذي نسيت اسمه عندما رفع العالم الفلسطيني يعني بعض اللعب السنغالي هذا الذي رفض أن يشارك في فعالية دعم اللوطيين أو الذين يقعون في هذا الفعل الخبيث الشاذ يعني هذه أمثلة تعد على الأصابع اللعب التركي الذي ساند القضية الفلسطينية ساند قضية الإغور لإخوة الإغور أنا أقول هذه أمثلة يعني نادرة نادرة الحصول لكن أغلب لعب الكرة أنت ترى يعني عادي جدا لعب زي مارادونا أنا حضرت هذا رأيته بنفسي ديوجو أرماندو مارادونا اللاعب الشهير العظيم الذي تتغنى به الملاعب إلى الآن وكل برامج الكرة والتحليل كلها تذكره وتتغنى به عندما كان فرحه فرحه عرسه كان في الملعب والدنيا كلها تشاهده يتزوج أحد الذين يحملون فستان العروسة فستان زوجته أحد الذين يحملون ابنه ابنه الذي أنجبه منها من الحرام بعد ذلك قرر أن يتزوجها هو نفسه هذا اللاعب قبض عليه في قضايا مخدرات بفضلا عن أنه كافر يعني يعني أنا أقصد هذه هي النماذج التي تصدر من لعب الكرة هل يصلح أن يكون قدوات لنا ولأبنائنا هل هذا يعقل بلا شك ليس معقولا ولا تأتي لي بنماذج قليلة تقول هذه هي التي يعني الواقع يقول غير هذا يعني مما يجي نتكلم عن التلفزيون وما يؤرض في التلفزيون تقول لي أحيانا بيجي في برنامج حديث الروح وأحيانا بيجي برنامج الشيخ الشعراوي وأحيانا بيجي برنامج هذا نادر لا حكم له والله عز وجل قال في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الخمر فيها منافع للناس الميسر القمار فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يعني الموازنة القرآنية تأتي بناء على هذا أيهما أكثر؟ أيهما أكبر؟ النفع أم الضر؟ إذا كان الضر أكبر خلص صار منوعا فعندما نتكلم عن لعيب الكرة نقول الأصل فيهم الفساد والبعد عن الصلاح وهذا يقودنا إلى الإشكال الأكبر والأخطر في الحقيقة وهو قضية الولاء والبراء قضية الولاء والبراء تذوب تذوب أولا تجد نفسك تعظم هؤلاء الكفار لمجرد أنهم لاعبون محترفين أنهم لاعبون محترفون ويجدون اللعب وتتغنى باسمهم وتعلق صورهم على صدرك وفي غرفتك وتتباهى في البروفيل عندك وتنشر كلاما عنهم وهذا تعظيم لما لا يستحق التعظيم انتبه يعني الله عز وجل وصف الكفار وصف كثيرة كلها بشعة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنت تفعل عكس ذلك فلابد أن تضبط البوصلة في هذا الإطار تمام خلاص بتتفرج على ماتش والبرازيل كسبت ولا ألمانيا ولا غيره وعجبك اللعب وانتهى الموضوع لكن تبقى قضيتك واختها على صدرك وشاي الهم وعمال بقى تفخم هؤلاء ليسوا مسلمين هؤلاء يعني هؤلاء يكفرون بربك هؤلاء يكفرون بنبيك هؤلاء يكفرون بكتابك هؤلاء يقولون أنت على ضلالة وانحراف ويكذبون نبيك عليه الصلاة والسلام ويقولون أنه ليس نبيا وليس رسولا يعني هناك فوارك لابد أن تنتبه له وأنت تتعاطى مع هذه المنظومة في المقابل ما الذي يحصل داخل الأمة الإسلامية طبعا مباريات بين دول بين منتخبات فهذا الشعب يتحصل مشكلة بينه وبين الشعب الآخر تصل لدرجة الصراع وأحيانا القتل بسبب مباريات كرة وهذا الجمهور يحرق جمهورة يحرق علم الدولة الأخرى وتحصل إشكاليات كبيرة بين المسلمين طبعا ممكن تقول لي أنا لا أفعل هذا نعم أنا أحسب أن هذه المخاطر والتهديدات ليس شرطا أن تكون مجتمعة في أحد يعني بعضها يكون موجودا عند البعض والبعض لا يكون موجودا لكن أنا أذكرها وأعددها حتى تحذر من أن تصل إليها طبعا ليس فقط تفرقها على مستوى المنتخبات والدول والمؤمنون الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة صاروا يتفرقون ويتمزقون لا يكفي بسبب الدولة والسياسة والصراعات الأخرى ندخل أيضا الرياضة التي ينبغي أن تكون وسيلة للتواصل والتحاب والتقارب والتآلف ونجعلها سببا للصراع سببا لإزكاء نار الفتنة بين المسلمين وبعضهم البعض ولا يقف الأمر عند حد الدول داخل الدولة الواحدة كل واحد له نادي يشجعه وكل واحد يتعصب لناديه وكل واحد يتعامل مع جمهور الأندية الأخرى على أنهم أعداء وخصوم هذا شيء بشع عندما يكون وسط المسلمين ليس التمزيق فقط على مستوى الدول لكن داخل الدولة الواحدة يحصل هذا التمزيق بسبب صراعات الكروية هنا نجد أن منظومة الولاء والبراء نسفت تماما ضربت في مقتل عند المسلم منظومة الولاء والبراء تجعله يحب أي مسلم على وجه الأرض أيا كانت جنسيته وبطبيعة الحال هو أكره الكفر والكافرين يعني أيا كانت جنسيته أيضا هذه بطبيعة الحال لكن تختل الموازين وتتداخل الأمور بهذا الشكل وتلتبس في النفوس والقلوب فتكون النتيجة حالة من التمزق الشديدة بين المسلمين إذا كنا نحلم بالنصر والتمكين والعزة إذا كنا نحلم أن نكون عنصرا فاعلا ورقما مؤثرا في المعادلة مع الصهاينة وأن نكون سببا في تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس وكل أراضينا المحتلة إذا كنا نريد أن نكون جزءا من هذه المنظومة فلا بد أن تنضبط أفكارنا تنضبط سلوكياتنا وتصرفاتنا مع أمر الكرة لأنها شئنا أم أبينا تأخذنا يمينا تارا ويسارا تارا ترفعنا تارا وتخفضنا تارا وهكذا والأمر الأخير الذي أريد أن أتكلم عنه أيضا من المخاطر والتهديدات الأمور النفسية والصحية والعاطفية والناس تمرض والناس تصب بأزمات نفسية واكتئاب وطبعا أنا يظهر أمامي على السوشيال ميديا يعني حالات بكاء وانهيار الأهلي خسرة من الوداد المغربي هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون أنا أحب شعب المغرب جدا بالمناسبة والحمد لله أحب كل الشعوب المسلمة وأحب أن يتعاطوا مع بعضهم البعض على أنهم أمة واحدة كما وصفهم الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره أين نحن؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لابد أن نستحضر كل هذا حتى تنضبط حياتنا وسلوكياتنا وفق منظومة شرع ربنا أنا أتكلم عن الأصول لا أتكلم حتى عن كثير من التفاصيل لا أتكلم عن الأصول لابد أن نعي ذلك جيدا وأن عدونا يلعب بنا ويلهينا حتى ننشغل بعيدا عن قضايا أمتنا الكبرى لذلك أعود وأكرر معاشر الشباب أنتم أملنا أنتم أمل هذه الأمة فينبغي أن تهتموا أكثر بما يرفع مكانتكم يرفع قدركم كن إذا كنت ذا هم فكن ذا همة اجتهد حتى تعمل شيئا فعلا ينفعك وينفع أولادك من بعدك ينفعك بين أيدي الله عز وجل وينفع أولادك في هذه الحياة الدنيا عسى أن تجد أثره وثمرته بين يدي الله تبارك وتعالى فبلا شك كلنا كمسلمين نؤمن بأن بعد هذه الحياة موتا وأن بعد الموت بعثا ونشورا وسؤالا وحسابا بين يدي الله عز وجل فلنعد للسؤال جوابا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته